اشتركوا في القناة او الانزلاقات اللي بتحصل في بعض المرات فيه بيحصل كسور نتيجة امراض معينة بتكون موجودة بالعظم نفسه بالنسبة لأي كسر فيه له انواع فيه عندنا كسر مغلق بمعنى انه العظم مكسور لكن الجلد سليم ما فيه اي اصابات وفيه عندنا الكسر المفتوح اللي هو بيكون كسر في العظم مصاحب له جرح في الجلد بنقدر نشوف الكسر من خلال الجلد بالنسبة لطرق تشخيص الكسور بالاشعة العادية بالمنظر الجانبي والمنظر الامامي عشان نقدر نشوف الكسور من كل الزوايا اي كسر بالدنيا بالنسبة للاعراض بيصاحبه عدة اعراض اساسية الالم بالدرجة الاولى التورم ممكن كمان نشوف لون ازرق موجود حوالين المنطقة المكسورة بالاضافة لصعوبة تحريك الجزء المكسور اذا بدنا نحكي شوي عن العلاجات الموجودة بالكسور بالعادة في عنا كل كسر اله شخصية معينة او اله طريقة علاج معينة على حسب اي عظم المكسورة وباي منطقة من العظم المكسورة في عنا المثبتات الداخلية اللي هي تعتمد على البلاتين والبراغي والاسياخ وفي عنا المثبتات الخارجية نتمنى السلامة للجميع ونتمنى الشفاء العاجل لكل المرضى شكرا